نيكي شوية على مارس الكولر هفضل كل يوم أقول لك الجملة دي ده رأي رأي أنا بقول أنا عشان ده رأي مش لازم يبقى رأيك إن مارس الكولر هو أهم مدير فني أجنبي دخل مصر بيلعب في ظروف صعبة جدا عنده إصابات وغيابات بادئ الموسم بمنافسة على أربع بطولات أنت بتبدأ تدريجي أنت الداخل بتنفس على أربع دورة أبطال أفريقيا سوبر أفريقيا سوبر مصري وإنتر كونتيننتل لما تهاجم مارس الكولر في مباراة سيراميكا كليوباترا لما ريح بعض اللاعبين كان بيفكر في مباراتين مباراة الزمالك في النهائي وكسبها مباراة العين في الإنتر كونتيننتل وكسبها ده المدرب اللي فاهم اللي ما بيلعبش على اللقطة اللي بيبص الأدام عارف إن لعبته لو أنا دديت للتشكيلة الأساسية في مباراة سيراميكا كليوباترا ممكن ما يسعفونيش في مباراة الزمالك وممكن كمان يتضاروا في مباراة الإنتر كونتيننتل لول ثلاث مباراة في عشر تيام تقريبا نهاردة عشان تعرفت دي مارس الكولر مدرب عنده شخصية كبيرة أنا تصورت إن كلها النهاردة هيلعب بالدفاع متأخر شوية ويشتغل على تحولات ويستغل الضعف الدفاع عند العين وفي نفس الوقت يأمن نفسه من هجوم العين القاوة جدا نا أول تلت ساعة في المباراة أنا بضغط علي على العين ضغط 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 طول وقت ضغط يا جدا عندي خليك وراء أنا الأهلي هفلة شخصيتي بعد كده بدأ يتبادل معهم الكرة وإن كان حافظ على السيطرة شوت التاني أول ربع ساعة انزلوا ضغط وجامد جدا جدا وحسم المباراة أنا فرط شخصيتي